طيب احنا شفنا في الفيلم اللي في بداية الحلقة لما قال لها احنا عايزين نفاصل بهدوء ومحترام وخلينا صحاب شهيرة انت شايفة ان اي اتنين ممكن يكونوا بيحبوا بعض وحب حب علاقة حب كل كيانها ممكن في لحظة ييجي واحد كده يقولك بعد علاقة جواز وحب اسطوري خلينا يا صحاب في صحبية بعد الحب لأ الحمد لله عشان انا لما بقول لأ بيقولوا ايمان غريبة ابدا 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 ولا بينفع ولا بينفع خالص يا بحب يا ما بحبش بس انا دايما بدافع ان ما يكونش فيه كرح ما يكونش فيه عدوة برضو ابدا لصالحك انتي ولصالح نفسيتك هو بيحصل شوية انتقام لطيف كده بس شوية خفيف لا انا ما بحبوش برضو شوية انتقام كده بس منع الوش كده اللي هو لازم احسسك هنمين شوية كده ياخد له كم شهر كده بوسي هقولك لو انتي الطرف المظلوم جارانتي بيبقى في انتقام رباني بعيد عنك خالص ما تكونيش انتي خالص طرف فيه لا ترفعي الواحد بيترفع وبيبعد وربنا بيعود بنسبة مليون في المئة طب الطرف اللي بيبتدي الاول ويقول خلينا صحاب يبقى ده اللي ما بيحبش او نقدر نقول بطل يحب او الحب خلص اللي بيقول خلينا صحاب سواء ستة او راجل لا هو لو راجل بيبقى حد مفتري شوية عايز يفضل الباب موارب علشان تفضل تحت عينه طبعا طبعا دي مش محتاجة كلامي لا اه دي بس هنا شوية بس اجدها خلص لفاتي كلها وحياتي بس ايوا تروح لحد تاني خليك جميل لا وحتى عشان يعني يحس ان هي برضو مازالت في الدائرة بتاعته يعني في التقرير الاولاني خالص كان في كلام الدكتور اللي كان معنا كان بيقولك الروتين تحاول اي ست مع جزهة انهم يسيبوا الولاد ويخرجوا مع بعض الوحدي يوم يسافروا انا بقى في حكمة في الحياة انا عايز اقولها انا بشوف دلوقتي وقولي لي يا ايمان انت غلط عادي ما بزعل انا بشوف دلوقتي الزجات او الجوازات بالعمة اللي ماشية صح وتمام كده وزي الفل هي الجوازات الروتينية اللي هو الراجل عارف ان دي البيت دي مراتي ام ليال مرمية في البيت وبتسيب وهي يخرج ويسافر مع صحابه وتبقى عارفة انه بيكلم واحدة عادي تعمل نفسها بشو اغدى بلا وهو عارف ان يامي دياله الاسباس دي قوي فهو مرتاح فدي الجوازات اللي بتكمل لكن انا زمان كان اقولك الروتين بيدمر اي علاقة حب صح زمان لكن انا شايف ان علاقات الحب المتوهجة لما يكونوا اتنين لو طافوا بيتنططوا بيحبوا بيأكلوا بيخرجوا يعني عارفة اللي هو رايح جاي ده دي بتبقى من اعلى درجات الحب دي اللي دايما بيفشلوا ودايما بيتطلقوا ليه؟ مع ان الروتين دلوقتي اللي هو انا قاعدة مستكنة وقاعدة ماليش ده واروح واعمل اللي انت عاوزه عشان الجوازة يمشي شوفي لأ بوسي انا بحيث ان اي اتنين بيرسموا سيناريو الحياة بينهم هيمشي ازاي يعني اللي ينفع مع راجل ما ينفعش مع راجل تاني والعكس اللي ينفع مع ستة تانية ممكن الست اللي هي سايبة مساحة الجوزها دي هي خلاص هي دعمة لها راحتها في بيتها وراحتها النفسية والعاطفية رغم ان هي ممكن تكون متأكدة انه ممكن المساحة دي تكون هي بتجرح ببرة من غير ما تشوف مثلا بس شيئز اوكي خلاص يعني هو دعم لها راحة نفسية وبالعكس بيبسطها اكتر ويعني الدنيا مستقر بوسي عمرك ما تعرفي الحقيقة